موسيقى دكتور عماد نتكلم اليوم على مشكل الدوالي لفاريس اللي كيكونوا ناجين في حالة كثيرة عن مشكل في الدورة الدموية واللي مع ارتفاع درجة الحرارة كيؤديوا الى انتفاخ القدمين والساقين الى الام وغيرها وكان عرفوا ان ارتفاع درجة الحرارة وشنو كيجي معها بساف دي الامور اللي كيمكن تبان خاصة ما هو حساسية وما هي صدفية اذا الصدفية اللي عندها واحد واحد الهيجان كتير في هذا الفصل هذا اللي خاصة اللي كترتفع درجة الحرارة الدم دي النا كيقول لي الواتيلة دي الو بش كيمشي كيمشي بوح طريقة سريعة وهنا كترتفع ته درجة الحرارة دي الجسم دي النا بهذا الارتفاع هذا كيرتفع الهيستامينات في الدم دي النا وهذا الارتفاع دي الهيستامينات اللي كيرتفع كيمكن يزيد لنا من الحدة دي الصدفية الصدفية اللي كيعانيوا منا الاطفال والكبار فهنا اليوم ما كنقترح عليكم وصفة طبيعية باش نبردوا هاد الهد الحريق هذا او هاد الالام هذا اللي كيجي دي الصدفية وخاصة ديك الحقة المفرطة اللي كتصاحب هاد المرض هذا فهنا هاد نستعملو جوج دي المكونات هاد نستعملو زيت اللوز الحلو هاد هاد يكون كمكوين لغندوب فيه اه الروح دي العطرشة اذا الروح دير العطرشة او الوليسانسيال دو جيرانيوم عشرة دي النقيطات ومعلقة كبيرة دي الزيت اللوز الحلو تخلطوا هاد المكونات كاملين حتى تحصلوا على مركب متجهنيز و هاد المادة هادي او هاد الوصفة هادي كتدهنوها كمساج فالبلايس كاملين اللي عندكم فيهم هاد المشكلة دي الصدفية مساج دي العشرة دي التقيق وكتباتوا به العملية كتديروها كل ليلة حتى كتبرد هاديك الصدفية وكتراجع وما كتبقاوش كتحسوا بالحقة والحميرار في ديك البلاسة دياله دكتور عيمات شنو اللي كيسبب الدوالي الدوالي هما ديكوله عرقان اللي كيقدروا يكونوا صغار او كبار كيتطنبوا على مستوى الركبة و الخلف ديال الركبة وكذلك كيكونوا على مستوى الفخضين على مستوى الساقين وحتى الاسفل القدمين شنو اللي كيسبب الدوالي والدوالي اللي عند السيدات مثلا كيقدروا ايضا يكونوا دوالي لما كيبانوش غير ما رأييه وليك تكون مثلا داخل الراحيم هذه حالة ايضا اللي يتعانيو منها الكثير من السيدات وعد كيكتشفوا من بعد انه عندهم دوالي شنو السبب ديال الدوالي اكيدو كينا حتى منطقة تتدي حتى هي كيكون في هاد المشكلة ديال الدوالي السبب ديال الدوالي هو اللمط العيش اذا الحياة ديالنا كيباش كنستعملوها انه اول حاجة كيكون عندنا الحركيه انا الانسان ما كتكونش عنده واحد الحركيه يوميه حركيه صحيه كنا هدرو عليها اذن شنو الحركيه الصحيه على الاقل واحد من الساعة ديال المشي في اليوم التغذية حتى هي كتلعب دوري لما كانش عندنا تغذية متوازنة لغانية بجميع المواد المغدية منها فيطامينات منها الياف منها املح مادينية فما كيمكناش ان نبقوا محافظين على الصحة ديالنا كنزيدو الماء والدوالي شنو كيسببها انه عندنا العريقاس هدوك العروق اللي كيمشي فيهم الدم فيهم واحد بحلة واحد السد الصمامات اذن بحل واحد السدادات اللي كيتسدو من هيك هبط الدم لتحت الاسفل كيتسدو ذوك الصمامات وعاوتيني كيعاودوا كيتضغطو وكيمشيو الفوق اذن الدم هنا شنو كيوقع ان هذيك المورونة شنية المورونة انه من هيك هبط الدم فهد العروق هذي كيبقى ما كيطلعش للفوق ولاش لانمورونة دير العروقه مكتبقاش كيت ترخاوه اذن هنا كيبقانا داك اللي داك اللي حمد داك الدم مجموع تماما اما كي ديرنا تشويهات فدوك العروقه اذن العروقه مكيبقوش هدين ديك اللي فوق ديالهم سيلان ضغيك يعني داك الشكل ديالهم لكيكون مستدير وطويلع في شكل يعني دائري ولا كيولي لانيا مشكل ديال تكبوت الدم في بعض المناطق هو اللي كعطينا هذا المنظر هذا ولكن لا تخلطوش الدوالي مع الشبكة العنكبوتية يعني كيكون واحد العريقات الصغيرة ولي كيكونوا بينين وما تخلطوش الدوالي مع الناس اللي كتكون عندهم الحم بيضة بزاف وكتكون شفافة وكيبان شنو تحت منها يعني كيبان هذك العريقات اللي كيكونوا في ذاك اللون أخضر فهدوث هم مش دوالي الدوالي هم انتفاخ دي العروقة العروقة كيكونوا من فوخين وكيكونوا ديالين بحل وليستات إذن على المستوى دي العروقة بحشكل ديال الولاسس كيكونوا بينين وبدرجة الحدة ديالهم إذن كيكونوا في الأول ما كيدروناش ولكن كانوا بعض الناس اللي كيوصلوا لدرجة الآلام كنوليو كنحسوا بالحرق في الرجل ديالنا كنحسوا بالحرق في الجهة ديال ركبة ديالنا كنحسوا بالرجل ديالنا تقال بحل الرجلين ديالنا هزين واحد تقل كبير إذن هادو هما المشكلة اللي كيمكن يسبو لنا الدوالي وإحنا غادي نشوفوا طبعا كل أسئلتكم وكل سؤال له جواب تكلمت قبيلا على التالاسو تغابي التالاسو تغابي هي العلاج بماء البحر واللي اليوم كنا معاهد متخصصة فيها واللي كتكون مكلفة علما أنه الماء ديال البحر يعني هو مجاني ومتناول جامع فاليوم بغيتك تكلم لنا دكتور عماد على منافع الماء البحر والأمواج البحر وذك الارتداد ديال أمواج البحر على الساقين أو القدمين اللي كيكون في هاد المشكلة ديال الدوالي فنعم فأي حاجة تذكرت في القرآن الكريم إلا وعنده واحد المرفعة كبيرة فالبحر كله مزايا وكله منافع فأغادي نبدو أول حاجة باللون ديال البحر يعني ذاك له غفلة ديال السماء في البحر اللي كتعطينا ذاك اللون الأسرق فبينة الأبحاث أو ما يسمى بوحد العلم جديد هو كي تسمى العلم القوزحية يعني العلم ديال العين إذن هذك العين من خلال العين كيمكننا نعرجو بزاف ديال الأمراض وهذا الألوان أو هاد العدس الألوان كيمكننا نستعملوهم في الإلاج منهم هاد اللون الأسرق هيدا لي كي تعتبر لون مضاد الاكتئاب إذن أول حاجة إن الإنسان من يدخل البحر كيحس بوحدة راحة كبيرة لماذا؟ لأن ديجر من يكيشوف هاد اللون الأسرق كيرتاح هادي من الجيهة من الجيهة أخرى كيطلع لنا اليود إذن اليود اللي كيكون عندنا في هاد المدير البحر كيمشي لنا لين كيمشي لنا الغودة الدرقية تفكروا معايا إن شحن مرقة لكم هاد الغودة الدرقية لا تغويد غودة من أهم الغودة اللي عندنا في الدس ديالنا هي ذاك الميزا اللي كيوازننا الغودة فهمني كنعطيوا هاد اليود الطبيعي كيمشي وكيمشي لنا هاد الغودة حيث اليود هو ذاك المحفز والمادة اللي كتخلي الهورمونات يتفرزوا بطريقة طبيعية إذن كيمشي لنا الغودة الدرقية ديالنا وكيوازن لنا الإفرازات ديال الهورمونات ديال الغودة الدرقية بما فيها أن الغودة الدرقية كتوازن لنا الهورمونات الأخرى هادا كنهضروه على برة فإذا اخذنا هاد المدينة للملحة مثلا وحطيناها على البشرة دينا باش غاني؟ غاني بالزنج غاني بالأملح المدينية غاني بالمواد المعالجة للبشرة وعادي إذا خلطنا الماء مع الرملاء فهنا كيكون عندنا واحد المركب المتكامل هاد المركب شنو كيدير؟ كيكون مركب مبيض مركب مرتب للبشرة وفاش غادي نفعنا هنا المدينة للملحة المد البحر عفوان والرملاء هنا كنت نفعنا أننا كترجع لنا ديك القوة العضالات إذا ما تنسوش بنا العروقة رضيرين بهم واحد العضالات هادوك العضالات اللي عاولناهم باش يتشدوا وباش يجمعوا رأسهم فهنا كنولي وكننقصوا ذاك تتقلع لذاك العروقة وهنا كنحسوا بأن حتى الدوالي كيهبطوا وبالنسبة الناس لمعرضين أنهم يتصابوا بهذا الدوالي فانا كنصحون يستعملوا البحر كويقاية كذلك أننا غير مني كنتمشوا على الأمواج كما ذكرت أخت سنة أو أننا نتمددوا فوق الرملاء فإحنا كنستافدوا وكينا مسألة أخرى أننا كنناخدوا شوية ديال الرملاء اللي كتكون فاسقة وكندهنوها على الدس ديالنا كنا كنشوفوا الأجانب كيديروها في بعض الحالات وكنا كنستغربوا لهذا مسألة فهي مسألة جيد مهمة أننا كندهنوه هذا الرملاء ونقلصوا بها على الأقل وحد خمسة ديال طقائق وم بعد كنقصلوها فكونوا على يقينها أتعطيكم واحد الفائدة كبيرة للدس ديالكم كتحسي ذا بواحد لسولة جمع يعني بواحد بحلج لها كيخفافوا ونزيدوا عليها أنه المادية البحر كيكون بارد نعم والناس اللي عندهم مشكل ديال الدوالي كيحسوا بحل بسخونية اللي كتكون عندهم في الأقدام في الساقين أو في الفاقدين فخصيدة تمشى وماشي غير تمشى ربما على الشاطئ مهم أنها تدخل وتبحلك الداب شوية مع ذوك المواج لنديك الحركة كتنشيط الدورة الدموية وغادي إن شاء الله سعطيك واحد الإحساس واحد الانتعاشة وغادي ناخدوا مستمعات مع الخط وكلهم في الحقيقة دبات ثلاثة المستمعات اللي معنا في مدون ساحلية غادي نبدأ مع الأخت وفاء اللي معنا من صويرة وغادي ناخدوا الأسئلة ديالهم نشوفوا الأجوبة معنا ليلى ومعنا زينب أهلا بك وفاء أهلا بك سعنا أكتير الله بساليت الحمدلله الله يبرك فيك وفاء بخير أختي مكاسم أسوسكم مرحبا شما سؤال ديالك شما سؤالك على الدوالي مرحبا مرحبا مدواجيب أختي الله يبرك فيك مرحبا مرحبا أهلا بسباب الوقفة في كلنا ولا بسباب القلسة للتخفاء فبجوش بيوم كيمكن يدير مرحبا 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 ودعني أغمو أولد ودعني بزاف يعني فرنسيسة تحت العينين ومكره تشوفة تفيد يشفي الوجه سوف ياخد زينب من اكادير اهلا بك زينب قالك على الدوالي زينب المهمة عندي يا نايا بنتي عندها 23 سنة عندها ليفرليس خرجي لها العروقة رقاقين في الجناب ديال الكرش ديالها وراء رقبة وعند السيقان ومشاتل عند الدكتور غير الطيب العام قلها ديري الزيت للوز الحلو ودارتو قتلي يا ماما بقي فيا هذا الشيء عندها هي حمرين. حمرين رقاقين على الجاد. دا باواش القلصة مع اخدامة ودفشي واش كتبت القلصة ولا ما عرفت ما خلت ما استعملت ديال الزيوت دارت زيت السالمية دارت ديال الزنجلان دارت زيت اللوز دهنات بليك خام وباقي نفيع. فقعد زيت لذكرت تشي وحدة فيهم ما هي تعاونها في المشكلة للدوالي لان الدوالي خصنا مواد اللي كترجلين المورون هذه العروقة ومواد اللي كتشدلين العضلات. فخليك في الاستماع ان شاء الله فغادي نعطي وصفة لهاد المشكلة ديال الدوالي وغادي ان شاء الله تتعطي نتيجة. يا اللون ديالها بيداء البشرة تعتها بيداء الجاد. لا فهمت فهمت. لا عرفت ما عندها دي ماشي دوالي دي بداية ديال الدوالي او دوك العريقات العنكبوتية اللي كنت هدرت عليهم. فهمت. وكان بعد. وجيت الكرش يقدروا يكونو دوك التمزقات الصغار لي فيغ جيتو. فهمت. يقدروا يكونو ماشي ماشي دوالي ولكن هاد وصفة اللي غان عطيك تعطي مورونة اللي بشرة ديالنا اللي كتعالج لا لي فيغ جيتو ولا حتى الدوالي. سوف يخليك في الاستماع. واش عندها وزن زائد بنتك. نعم أستاذ. واش عندها الوزن زائد. لا لا عندها اربعة وخمسين كيلو. يعني ما عنداش الوزن زائد وخخ. خليك معنا في الاستماع على زينب. احنا ان شاء الله غادي نجاوبك اه ويعطيك دكتور عماد وصفة اللي غادي توالم اه بنتك الله يخليها لك. غان شو ما الان مدينة مراك. حمد الله الله يبارك فيك. اختيش انا كنظك بالساف والله العزيز علي. شكرا شكرا لكلام يا محبة متبادلة وحنا في الخدمة شنو سؤالك الدكتور عماد. اه انا عندي بيتمشوله واش للدوالي عندي شي حبوب في الخفاض ديالي فوق الخفاض ويديا وقتمشوله ش الدوالي عادو. لا. نعم حبوب ولا شنو ولا عروقة. اه عروقة غلاطي نشو يدك بحلقة قلتي الدمش تشنس ليه في تنمه. نعم فهدو فهدو اختيش تشوفي اختصاصي في الجلد لاني يقدرو يكونو مارد خور ماشي مشكلة للدوالي. دكتور عماد باش نزيد ونشرح المسامعاتنا مني كان هدروع لا الفاغيس او الدوالي شنو هي بالضبط كيفاش كتكون. نعم فالدوالي كما قلنا كتكون في بعض المناطق اللي كيكون عليها واحد تقل. نعم فالغالي بكتكون قنا احنا مورا ركبة ولا في بعض الحالات فالجلدية ناو كيكونو داخلين كيكونو داخلي لداخل. يعني كيكونو داخلي لداخل يعني متحت الجلدة. متحت الجلدة عروقة اللي كيبانو كيما كنقولو احنا منفوخين. بحلشي شعيرات او كيقدرو يكونو عروقة يعني عرق على قدو كيبان هكا كزرق. او كيبان بحل مطنب. تنبو بحل فيه كويرات كيكونو في واحد الكويرات صغيرين بحلو اليسيسات صغار فهدو هما اللي كيكونو الدوالي وهدو هما اللي كان هدروا. فا اذا لم يأ انتي ما عندكش الدوالي الحمدلله. بالنسبة لهذا شيلي كتقولي شنو خاسها تدير دكتور عيمال. فاكيد انه ستشوف اختصاصي في الجيد لانه سيوختهم اللي كتجيع المستودي اللي يدين المفخدان فانه يقدر يكون شي تعفون هو اللي اعطيه المشكلة هذا. يلا سير شوف طبيب وما يكون بس عندك غادي ناخده فاطم الزهرة. معنا من تيتوان اهلا بيك. الو. صباح النور تيتوان. صباح الخير صباح انا قلبت عليك. الحمدلله. ايحا. الله يبركي. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج بغاية ممكن استفدو منه بزاف. محبا. المرحبا إي اه. اه. كنت يعاني ادرلها بومات كتكون مزيانة بحقي دقت على بومات كترجع له وشو سؤال تالت؟ سؤال الثالث هو انا دغني عمود تحرقتي شوية في وجهي وكي ندير تخيتمو وما عرفت وش شي حاجة اللي ما تخيلش لاتخاز شهر تقري قلو انت كتديري تخيتمو؟ شهر المدة وانت كتديري تخيتمو؟ يالله دابا سنكجوغ يالله دابا سنكجوغ تخيتمو ري قدري مشي معك حتى الشهر حتى الشهرين حتى طلت شهر شهر تحرقتي في وجهك باش؟ سوفر فيسيال مشي دك الحرق أه 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 قول لنا فاتم الزهرة انا ما ذا بيا نعرف باش تحرقتي في وجهك شنو ترا؟ أه أه وغي واحد الكيكا وثافي آه داك وقن كنتي في الكوزينة أه 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 بادي فران ترتعني يا أه والحمدلله على الطفل الله الحمدلله اللي فقا دك كان سوفر فيسيال ودب شنو بقات عندك حمورية ولا شنو؟ أه دابا من درت لدروا حد دوبومات فأنا سأخذ زيت اللوز الحلو وزيت البابونجة خلطة يوم بجوج معلقة كبيرة من كلها زيت سأخذ بيه واحد المساش في الليل على البشرة ديالك الحراقة ديال الفران ولا أي حراق يكون في كوزينة ولا ديال الطياب مباشرة من تقصوا به كنت قلتها كنت أخذوا البانان كنت قلتها كنت أخذوا البانان لداخل ديالوزك وكديك القشرة لداخل ديال القشرة هو اللي كنحكو بيه على الوجه ديالنا ولا البلاصة اللي وقع لنا في هذا الحراق كنخليوا واحد عشرات دقائق ومبعد كنوصلوها لأن هنا عدنا تخيب طوفان وعدنا لاميدون كيجمعو لنا هاد الحروق وكيحيو لنا البشرة اللي يتم هذا من الجيه من الجيه أخرى الصدافية غادي ناخدو الوصفة اللي اعطيت معلقة كبيرة ديال زيت اللوز الحلو وعشرات ديال مقاطات ديال زيت العطرشة او الروح ديال العطرشة اللي سنصيل ديال جيغان يوم عشرات مقاطات ومعلقة كبيرة ديال زيت اللوز الحلو كتخلطوهم كتدلو بيهم مساج في البلايس اللي عندكم فيهم هاد الصدافية مساج ديال عشر ديالتقائق وكتباتوا به هذا من الجيه من الجيه أخرى بالنسبة لدوك الخطيطات البويد اللي عندك أختي فوق الركبة ديالك فهذا ما عنده علاقة بالدوالي هنا كشنو كيوقع كيوقع عنا البشرة كتتمزق في ديك البلايس ما كتبقاش عندها واحد شوية ديال المورونة ديالها النصيح اللي غادي نصحك انك تخدي زيت ارغان الجميل تخدي منه شوية ولي كتدهني به كمساج على ديك البلايس اللي عندك في هاد الشريطات هذا البويد وقع الأخوات اللي عندهم هاد المشكل ديال كيحسوا بوحد الشريطات بويد سواء في ليهونش ولا سواء في الركابي ديالهم يعني في البلايس اللي كتتمدد في يوم البشرة ما صاش ديال عشر ديالتقائق في الليل وكتباتوا به كتدوم عليه يوميا زيت ارغان الجميل يوميا حتى كيحيدوا هاد الخطيطات هذا تهلا فراسك فاطم زارة كان سلم بزاف عليكم بتيطوان حكيمة معنا مضار بيدا عندها سؤال ويكون آخر سؤال على ليفاغيس قبل ما نرجع لك دكتور عيمان مرحبا أهلا بك حكيمة قالوا السلام حتى سناء لبس بخير عندي سؤال على هاد الفاريس ودبأ أنا ما كانش في حملت المره اللي ولولدت وولادة ديالي التانية تركبوا ليه ولو عندي عندي فجأة اليسرة عندي شوية هما عراقات خارجين شيك ويحقوني فسا حطة اليوم يدي تلقى تلقى متخان تحق بقية واقفة وليش حاجة مين عندك بالضبط؟ في الساق ولا في الفاخد؟ نعم عندك في الفاخد وفي الركبة في الركبة وهاد العروقات صغيرين بحل الشعيرات ولا كيبان وغلاد كبار؟ لا شوية شوية مش غلاد زاف لكن شوية مش هادوك الشعيرات واخا بقى عندك الوزن زايد من بعد الولدة؟ أنا حبيبتي ما عندكش الوزن زايد ما عندكش الوزن زايد؟ وانتي في النهار وش كتقعدي بزاف ولا بالعكس كتوقفي بزاف؟ أنا أصلاً كنوقف بزاف أنا أخذ دعمه وخدمتي كنوقف كنتحرك ومن العمل ديالك يعني كتبقي وقفة لساعة طويلة دكتور عماد دكتور عماد أشن قلو الحاكمة ومشير الحاكمة في الحاكمة لقاع الأخوات اللي ربطوا ظهور الدوالي بفترة حمل وما بعد الحمل منهم الأخت اللي قتلك تاهية ظهروا لها مع الولدة يعني واش الولدة كنعرفوه إذا كتقل كيتزاد لها الوزن ربما كيكونوا بعض المشاكل كيظهروا ديال الدورة الدموية وهاد الشي هو اللي كيكون مصدر وسبب لظهور الدوالي شنو النصيحة ديالك لهم شنو يستعملوه وخاصة ان الدوالي بنسبة للأخوات اللي كيكون الوزن ديالهم ناقص بزاف انه كيكونوا رقاقات ومنه كياخدو التقل كيوقع عندو مد المشاكل ديال الدوالي ما وراء الحمل إذا علاش كيولي واحد التقل كبير اللي ما كتستحملوش لنا الرجل ديالنا وهنا كيوليك هاد المشكيل هادا هادا من جيه من جيه اخرى انه حتى في فترة الحمل كان نقصوا بعض الأنواع ديال التغذية ما كنخليوش تغذية ديالنا كتكون متوازنة ومقادة اذا انتهيك تلعب دور عاو تاني فترة الحمل او فترة اخرى انك يكون المشكل ديال الفيتامين الدين احنا كرجو عاو تاني الفيتامين الدين لانه النقص دياله كيحيد لنا المورونة ديال العروقة ديالنا وديال ديال الدورة الدموية باش كتمشي بطريقة طبيعية فهدو كلهم مشاكل كيمكن ينشو لنا على هاد المشكل اذا اول نصيحة بعدها المبزاف يترون نص ديال الماء على الاقل في النهار يترون نص تلجوش يترون على الاقل الماء صافي باقي كان اكد ما كنديروش شي حاجه اخرى قهوة ولا مشروب اخر الماء صافي خسنا على الاقل ناخده منه يترون النص في اليوم هذا من جيه من جيه اخرى الاحديه اللي كنلبسو خاصة الاخوات اللي عندهم لوقيف ضروري ياخدو للك الاحديه انتيشوك ذاك الاحديه اللي كيحبسو لنا ذاك الكدامات او ذاك ذاك التقل اللي كيتحط عليهم هل يستعمل في المجال الطيبي اكيد بحال المجال الطيبي هل يكون عندهم دي سومال دي سومال اللي هم مرتبين ولكن في نفس الوقت كيريحو الرجل اللي كتبقى وقتها فعلي احلاج رجل مني كتتناكت ولي كتهزجج مرات تتقل دياله الوزن اللي كيكون اللي كنكونو كان وزنه احنا هناك يكون واحد المشكلة بالنسبة اللي بادو كمتنسيون الاخت اللي سولتنا ليلى سولتنا على الام ديالها اللي عندها المشكلة ديالوالي الام ديالها اللي سكن في ابني من الليل وقاتلنا كتستعمل ليبا شنو اهمية هاد ليبا ليبا اللي كيكونو بحد قاشر طوال وكيكونو مزيرين يعني بعد المرات مي كتلبسهم كتحسبهم كيقصحوك ولكن كيعطيوا واحد الاحساس بالراحة مع نهاية اليوم شنو نصيحة ديالك دكتور عيمان فانا نغسنا استعملوهم لان نصبرو لهم ولكن هاد ليبا مايجيش الانسان ويشريهم اكيدا نغسنا يكون باستشارة طبية لان الطبيب انتا كتوصل واحد لمرحلة معينة عاد كيعطيك ليبا ما كيعطيش ليبا من اللول اذا هنا ضروري استشارة طبية وايضا لانو القياس كيكون على حسب الوازن اكيد وكيكون على حسب الدورة ديال الفاخض وديال السق باش كيجيو هادوك ليبا في القياس ديال القدم باش يريحوها ماشي باش يزمتوها اكيد بحالهم بحال لسوميل اللي كي دارو اخطب بيديك يعني ان بعض الانواع ديال ديال الفورشات اللي كي تصيبوا في الاحديال اللي كي يصيبهم انسان خاص وغسنا نشوفوا الطبية تكلمنا على الالتالسوتيغابي او العلاج بماء البحر والان بالنسبة للناس اللي ما عندو مش البحر شنو هو حمام القدمين اللي اربما ما تنصحهم به يعني الناس اللي كيوقفو كتير او كيجلسو كتير كان ايضا الكثير من الاختصاصي اللي يوم اللي كي نصحوا باستعمال حمام قدمين اللي كيكون فيه قطع ديال تلش دي غلاسو وكدار فيه الملحة والظاهر انه كيساعد في تنشيط الدورة الدموية ويعني الى غوفيتاليزو وكيعطي واحد الراحة كان ايضا الاخصائي اللي كيقول لك اودي دير مثلا جوج بنيوات دير الماسخون والمباردو انو داك الاختلاف داك لشوك تغميك اللي كيوقع هو اللي كينشط شنو رأيك في هذا الشي دكتور فاكيد فالك خيوة اغابي هي دبولاتية لامود يعني العلاج بالبرودة غير هي شنو السير دياله هو شحال اللي يلمود دا انا احتل درنا رجلينا مثلا في دي غلاسو وفي المبارد نفوتوش عشر ديالي سيقون يعني واحد جوج ثلاثة ربعة عشر ثواني عشر ثواني وكن حيدو رجلينا هكا كنستفدو كتر حتي لفتنا دو كل عشر ديال ثواني كان وليو كان اثرو على الجهاز العصابي ديالنا وكان وليو كان ضروا الراس يعني الداس ديالنا فهدي ردو لها البال ان التوقيت مهم جدا والوصف اللي غنقترح اليوم لي وما غادي نشوف نفس سياق دياله طالسو تغابي ولكن غاستفدو بنفس المقوي ناس اذا هنا غاستعملو الطيل الاخضر خلتفاه اذا طيل الاخضر وخلتفاه والملحة ديال البحر او الملحة اللي راكد الملحة البحرة موجودة ده بركة تبع عند العطارين في المعشابات مشي الملحة الحية الملحة الحية او ثاني كان فيهم جوج الانواع يعني كان السل دماغي يعني ديال البحر وكان واحد الملحة اللي كتكون عبارة على معدن يعني كتجبد من دكاغياغ يعني من كاريانات اللي كيكون فيهم هاد الصخور هادو اذا الوصفة كتناخدو فيها كالصغير ديال خلتفاه ومعلقة كبيرة ديال الطين الاخضر ومعلقة صغيرة ديال الملحة ديال البحر معلقة صغيرة ديال ملحة ديال البحر معلقة كبيرة ديال الطين الاخضر وكالصغير ديال خلتفاه اتخلطوا هذه المكوناتها كما تدروا ملاف حمام مريم لولو يتخلطوا مزيان اتخذوا واحد لقطن وكتدوزوا على البلايس اللي عندكم فيهم الدوالي كتدوزوا مزيان كتخليوه نصف ساعة صافيتك يخدم هو الرأس وهذا الماسك هذا وكتغسلوه بطريقة عادية العملية كتديروها يوميا كل ليلة وكتدوموا عليها مدة دير الشهر ومن بعد كتوليو كتديروها ثلاثة المرات في الأسبوع مدة دير الشهرين هي ثلاث شهور في المدة دير العلاج كلها فهناك ينقصد الحدة الدوالي وكل ما حسيته ان الدوالي مازال ما تنقصوش بزاف فكتكمله هاد الوصفك يمكن تمشيو بها حتى العام مشي مشكل شكرا لي كتير دكتور هيماد على كل نصائح نصائح والوصفات ديالك